موسيقى طبعا يتلحنا ننميزوا بالرياضة بين المرحلتين بين المرحلة ديال تدبير رياضي بشكلين فرضي او تطوعي او عادي او نسميه تعشوائي لان الرسالة الملاكية ديال 2008 شخصات لنا بان واقع رياضة ليس ببساليم وليرجع لهذا الرسالة يبني بأن سيدنا كان واضحا بأن الرياضة ماشي هذا هو المطلوب ماشي هذا هو المنتظر من الناس اللي منجحوش أنهم يكونوا في المستوى ديال الرياضة في خدمات المواطن أو في خدمات الوطن باش ننتقلوا من هذه ننتقلوا الرياضة المهيكلة أو المنظمة الموجهة بنصوص تنظيمية وبتصورات واضحة من الجهة المعنية بالتشريع الجهة المعنية بالرياضة طب بتلحالة يخصنا ناس عنصر بشري ليكون مساعد هذا العنصر بشريه مساعد يطرح وش ضروري يخصي��ي مثلا محامي باش أنه مثلا يمكن على أن هذا النجاح لهذا الجامعة تنجح هو ليس شرط أن يكون محاميا وليس شرط أن يكون قاضيا وليس شرط أن يكون رياضيا أهم شيء أن يكون مستوعبا لهادك القوانين في جانب تطبيق القانون 300 اللي هو القانون الإطار للرياضة فيه 26 مرسوم تطبيقه الله خرجه منه 13 وهنا نذكره بأن هذه السنة 2010 خرجه عندنا جوجه النصوص قانونية مع العلم لأنه واحد منهم خده حيز كبير من النقاش وعند المغاربة وكذا هو مدونة السير هو خرج عندناها الأخر لأنه 30 صفر تسعود ما كانش عنده التجاوب المجتمعي أو التغطية الإعلامية أو التتبع اللي يبين بأنه راتو لا يقل قيمة من سير الجوال لأنه اللي كان نقوله بأن المجتمع اللي نعرفه بأنه مجتمع سليم ومتوازن هو اللي متوفر في التعليم والصحة والعدل وراء الرياضة عندها علاقة بالتعليم لأنه اللي نسمعه دبا بأنه باش ننجحه يجب أن نكون عندنا دراسة رياضة بالتالي أن الجسم السليم في العقل السليم بمعنى أنك هذاك الرياضي ما نفرضوش علي أنه يعطينا العطاء البداني بالعكس نحن بغينا يعطينا العطاء البداني وكذلك العطاء الديني تقوي مشي مزيان بطل عالمي طبيب بطل عالمي قاضي بطل عالمي رياضي قاضي بطل عالمي محامي مهندس رجل أعمال مشي العيب مهندس مشي مشكين علش جينا احنا وقلنا دي رائم إلى دارة الرياضة خلي الطموح تاك ديال الدراسة وصافي وكمل هذا خطأ وطلقنا بأنه الواقع هذاك الرياضي اللي هو ما كيكونش عدم مستوى تعليمي أكبر ولا أعمق كيوصل واحد لمرحلة كي تحد حتى وإن سلمناه مجاملة مثلا ديبلوم أعلى ديبلوم وقعت في الجامعة الملكين المغربية كورة القدم مشكور السيد فوسيد القجاع اللي بغايد مج ذلك الأبطال الرياضيين ديال 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 الكورة القدم ومن خلال تمكنهم من ديبلومات ليا أعلى سواء أو لأبرو ولكن هان ترعطي ديبلوم وله كيرا هو هذا الديبلوم بقى عنده التقني ما عندوش البدهوجي ما عندوش تواصولي ما عندوش ما كيخليش إنجاح بذلك أنه سعدنا اسميته أبطال في كورة القدم مكتر مشي قلال ولكن نظرا لأنه ما كانش الوقت ولا الظروف مساعدة لأنه يكون عندهم التعليم يحبسوا في واحد المرحلة معينة وما قدروا بقى يعطوا لأنه ما قلوش يعطيه في تقني يعني يعطيه بالدهني والدهني ما كانش عندهم الميكانيزمات بش يعطيه لهذا هذا هو الضور نخدمه فهذه المسألة من أجل صناعة ناس اللي عندهم فهم بالقانون وفهم بالضابط ويقدروا يكونوا آليات تفاعليا مع جميع المؤسسات الرياضية الأخرى والدليل أنه اليوم مدوانة السير في ضوال مغربة فيها كبيرة جدا ما يدرش الصمتة ما يدرش الكورسيفة يدرس صغير ما يقبلش على أنه يعني يكون عنده الإلكترونيان يعني عقلتي اليوم يكون شيء نضابط ويكون شيء نساجم مع المدوانة يكون شيء يحترم بأن الطمو يقب فيها الشفور مع عدد اللي يومها في لاصيرونس الطمو يقصد كل سنة هذا شيء ما كان عقلته ولكن يوم رأت عادي لإيمالات تفريضة نفس الشيء نمشي بأنه تكون عندنا الضوابط ويبين بأنه القانون هو ملكي الكورد القدام أنني أتكلم على صنف واحد نوع واحد من الرياضة لهذه القوانين كتسرعها كقوانين خاصة ولكن هذا القوانين خسار عنده ارتباط بالقانون الإطار وهو قانون الرياضة 3009 وعنده ارتباط كذلك بالفصول الدستور وبالتالي يمشوا بالتدريج وهذا القانون 3009 عنده مراسيم تطبيقية التي تنظم لنا نماذج العقود نماذج الجمهة العامة المحاضر الجمهة العامة تنظم لنا نماذج بزاف المسائل اللي يبان بأنه كانوا كمارس الرياضة كانوا كمارس بشكل عشوائي أو تلقائي أو ما فيه كذا نعم شهر الأمر الذي جعلكم أنكم مؤخرا على تأسس المركز المغربي القانون الرياضة نعم بالنسبة للمركز المغربي القانون الرياضة كانت فكرة كما يلي مارسنا الرياضة وبفضل تعالى تحتنا الفرصة نقرأ القانون ونمارس القانون تلقينا بأنه خصتنا شي آلية قانونية التي تعطينا الإمكانية دي التعامل مع التوعية بالقانون في إطار أول حاجة إطار مؤسساتي ثاني حاجة في آلية استراتيجية للهدف ليس ربحي ولكن الهدف تعاوى التوعية بالقانون من يكون عندك مركز مغربي القانون الرياضي كيخول لك على أنك تدير دورة تكوينية كيخول لك على أنك تقدم تصورة تشاركية كيخول لك على أنك ترصد المخالفات والتجاوزات لا رياضية كيخول لك على أنك تقدم أفكار تحك من خلال واحد المؤسسة اللي في طار ظاهر 1958 جمعية مؤسسة اللولة اللي التالت في المغربي دي القانون المركز الرياضي وبمناسبة معنا ناس اللي هما في الفوليبول معنا فاد اللي هو الزاني من فاس اللي هو لاعب سنيور مع الفريق الماص يعني في الدرجة والله اللي هو حبس يعني اللي اعتزل وبالتالي هوا كيمرس لمحامات هوا لاعب دمون ديال الفريق الأول في واحد نوع من الرياضة اللي يمكن يساهم خلال خبرة الميدانية الرياضية العطائية مع الخبرة الميهانية وكذا فأنه يوصل باللغة سواء لغة العربية أو لغة في تكوين في الوساطة والتحكيم ومن الشباب الرائعين في مدينة الطريبات وعضو المجلس بالتالي بحال هادنا ما دي يجهدوا من الأطر كي يعطيك إمكانية دي أنك توقف عليه هو جاهز يعني يقدر يعطي وبلغ ما تعدب معه وحنا شنو بغينا بينا نتكون جامعة نقول نتكون علش لأننا نعرف نحن النص القانوني هذا يساهموا في تكوين المدربين دي كاف يعني دي كاف والسي كاف والبي كاف وآ كاف يعني أبرو اللي هما مدربين ديال الفرق ديال ديال القرات القدم في الفئات حتى نوصلوا المدربين ديال الدرجة الاحترافية هنا إلا قدرنا بأننا نتفقوا بأننا نوصلوا لأنه يكون هذا تكوين فيه شق مؤين وهو القانون الرياضي تأكد بأننا ولينا نعطيه بطل لتحول الإطار ولكن بخلفية تقنية ومهاراتية وكذلك بخلفية قانونية لتخليه بأنه يكون يوصل لذلك المحبين الذكرة الرياضي ولذلك اللعابة ولذلك الفئات بأنه القانون يستعيل جميع وما تنساش بأنه قانون 30-0-90 ما يمكن شكوين وكان تكلموا بمعزين عن قانون الشغل في الملعب 0-90 والقانون المحاربة التنو المرشطات وهذا يبلك بأنك تكون غادي ومتى كلعب وكتعرف بأن عندك الموانع كينانة وكينانة وها هي مسائل التي عندك مسموح لك بها وبالتالي تتعرف بأنك تمشي بشكل متوازن وتعرف بأن هذه الضوابط وتعرف هذه الحدود وتعرف هذه هي التابعات وهنا من خلال هذا المركز يمكن أن نستعم في توعية الجمهور لأن الرياضة والمتعادية المنافسة بالجمهور لا قيمة لها ولكن الجمهور يجب أن جمهور مساند جمهور مساعد جمهور يقدموا الإضافة في تحفيز ولا يؤثروا في المصار بالعرق الجامعة عند إمكانيات ونحن كانت تكلم الشغف في الملاعب عند إمكانية لأن تفرض على هذا النادي لأن النادي هو المساعد الجمهور بأن هو يلعب مباراة بالجمهور ويلعب مباراة خارج تيران وخارج القلعة وهذه أصحب عقوبة لأن هذا الجمهور يحقق النادي تلد الحوية يخلق التحفيز بالنسبة اللاعب لأن اللاعب يسمع الجمهور ويشجعه وهذا الجمهور يعطيه فرصة بشيبدأ يخلق موارد مالية النادي ويخلق الرعب وخوف الخصم وانت يلح تيات لا تدح ويج لأي نادي تجعل بأن هو في ورطة الخزينة تقول فقيرة الغرامات الجامعة تقول عليه والخصم يكون عنده فرصة بأن هو يلعب ومرتاح لأن هو لم يكن يسند هذا الفريق المحلي وهذا يبدأ بأن مسائل يمكن نأخذها بمرونة ونأخذها بسلاسة ونأخذها بدون منقص التحد ورقين فرق للمقابلة الواحدة تخلي لها 70 80 130 مليون في شهر في المقابلة وحدة وكل فريق يدخل عنده وجه مرة الشهر بمعنى أن يضيع منها مبلغ جد مهم يمكن يغطي بجمع المصارف طبيعة الحال لا نتكلم على كل فرق ولكن بعض أمثلة فرق كبيرة وهذا يجعل بأن الفرق الصغيرة ستطمحت لديها فرق كبيرة بس بالجمهور وهذا الذي نتمنى أن نصل لك وأن التوعية ونفهم مشترك جمهور لعبين مدربين مسيرين الجهات تلبت وطبيعة الحال في القانون 30 سعود راكين الجهات تلبت وعلى مستوى الجامعة تلبت في المنازعات طموح تعانا يبدأ أول حاجة التوعية بالقانون مشكلة العام القوانين الفرعية كذلك والأنظمة على أساس يمكن في يوم من نصل بل أن تكون لدينا مفهوم محكمة رياضية تحدث في كل منازعات الرياضية الجامعات المغربية ولكن بالتخصصات حال دخلت بالمحكمة قسم مدني قسم تجاري قسم عقل دخل قسم رياض كورة القادم فوليبول ونفس القوضات الولايات العامة وعندهم التخصص يمكن يعطي لنا الفرصة يطمئن للطبيق القانون وهذا هو الدور القضاء يخلق لنا الأمن القضاء انتلاق من النص القانوني وهذا شيء يشبغي ننص مشاعله